فأول محروم من هذه الليلة هو المشرك اللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وهذه قناة التوحيد قناة الرحمة هذه قناة التوحيد نسأل الله عز وجل أن ينشر بها توحيده سبحانه وتعالى وأن يعصمها من أي زلل يتعلق بالعقيدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذه الليلة ليلة منصف الشعبان محروم منها من يطلب المدد من غير الله ومن يتوسل بغير ما شرع الله والمتمسحين بالقبور وقالب البركة من الأموات وإن كانوا من أولياء الله الصادحين فكل هذا من الشرك بالله عز وجل اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهلي كذلك الشرك الأظهر الرياء أو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمم من حلف بالأمانة فليقول لا إله إلا الله لا تحلفوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يحلف به احلف بالله وحده لا شرك له فتجنب الشرك وكذلك من الشرك الخوف من غير الله خصوصا إذا ترتب عليه المعصية الخوف من غير الله ورجاء والطمع في غير الله عز وجل والرغبة في غير الله إذا ترتب على ذلك ذنب يرضي غير الله عز وجل وحب غير الله سبحانه وتعالى إذا كان أشد من حب الله حب الوشاق منتهى الخطورة ويمس التوحيد حب الوشاق من الشركة بالله عز وجل فاضبطوا الحب بحب الله سبحانه وتعالى فأول من يبتلى بالحرمان من ليلة النصف من شعبان والمغفرة هو المشرك وثاني المحرومين هو المشاحن ونقول كما ذكرنا في اللقاء السابق المشاحن شيء والمتنازل عن حقه شيء في حديث الاثنين والخميس هادان يومان ترفع فيهم الأعمال إلى الله عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائب لا في حديث يوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل فيغفر لخلقه إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقالوا أنظروا هزيني حتى يصطلحا حديث يوم الخميس واضح فيه الكلام عن الصلح اللي هو الصلح نهاية المشكلة أما ليلة النصف من شعبان الليلة تتكلم عن الشحناء الشحناء العداوة الشحناء الغضب الشحناء الغيز الشحناء الضرب الشتم الدعاء إلى آخره هذه الشحناء هذه العداوة تمنع من بركة ليلة النصف من شعبان وكثير من الأفاضل الأحباب طلبة العلم يقولون إن المظلوم لا يفوته أجر ليلة النصف من شعبان لأنه لم يظلم أحدا ولم يفعل شيئا لا ظاهر الحديث عن من هو بينه وبين إنسان شحناء سواء كان ظالما أو مظلوما والشحناء تختلف عن التنازل عن الحق فيا مظلوم لا يجب عليك ترك حقك ولكن يجب عليك الأدب في طلب حقك فإن رخص بعض العلماء تأويلا لقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فانتهزت هذه الرخصة فلا مكان لك في ليلة النصف من شعبان حتى لو أنت مظلوم وكل اللي عملته أن أنت رديت السيئة بالسيئة حتى لو مش آسم بالشتيمة حتى لو مش آسم بالضرب حتى لو مش آسم بهذا الانتقام المساوي لما وقع عليك ما لكش في ليلة النصف من شعب ومش بالضرورة تاخد ليلة النصف من شعب هي زي الحج عايزها هو أنت لازم تحجه كل سنة يا رب رزقنا الحج كل عام مش أنت في سنين فردت فيها في الحج أهلت النصف كده عايزها سامح أو ما تسامحش بس تطلب حقك من غير شحناء من غير عدوة من غير بغضاء من غير سب أنا عايز حقي الله يسهل لك أنا عايز حقي الله يوسع عليك أنا عايز حقي مش عايز منك حاجة اللي حقي كده يبقى مش مشاحن وفي نفس الوقت مش مسامح عايز حقي